في بداية المراجعة بغيت اقول لكم ان هاي النسخة حق البي سي مو الكونسور واذا بتسألوني ليش بقول لكم لان الاكس بوكس 360 والبي اس 3 اجهزة قديمة كلش وما تنفع حق لعبة مفروضة ترويكي غرافيكس خيالي واذا انت من لواري مليقون البي اس 4 والاكس بوكس اقوى من البي سي ما اقول لك الا ههه حلوة منك حبيبي وانا بافصل مراجعي لجزئين السنجل بلاير والمارتي بلاير وبتكتشفون ليش عقب شوي لان السنجل بلاير كاتش له قصة باتلفيل 4 تكملة على باتلفيل 3 وانت تلعب شخصية تركر المجند الامريكي القوي اللي في نفس الوقت ما يتحجى ويطلع لك الصيني المجرم اللي يحاول يطلع الامريكان جنهم اشرار صراحة انا لعب باتلفيل سنجل بلاير احس روحي جنال عب ماريو حق اشوف القصة كل ما تخلص لفل وتطور احداث اللعبة تحس روحك جنك دخيل قاعد بينهم وما لك سالفة السنجل بلاير باختصار ممل وطول اللعب ايون جنود برا جنود برا جنود وانت تقاتلهم مع ربعك للأسف ربعك متخلفين وشنا يستخدمون مسدسات ماي وقعداك يا يسوون شي غبي يا يقررون يهدون ربعك ويلحقون اك انت تحس شنا يسوين دراسة عادياية عشان يبرمجون قعداك خلي ننتقل الى الجزء اللي همنا وهو الملتي بلاير كمية الاسلحة والكستمايزيشن اللي في اللعبة كمية خيالية نادرا ما نشوفها في علعاب ثانية وتحس روحك ساعات مع بعض اللودات ان ما في شي بيواكفك لكن اعرف ان داما فيه لودات ثاني بيقضي عليك لعبة باتلفيد لعبة مو عن اللي انت تقدر تسويه لكن اللي عن فريقك يقدر يسويه لان المابس وايد كبار وما تقدر تكون متواجد في كل مكان في نفس الوقت بهاي الطريقة وطرق اخرى تحثك اللعبة اللي تلعب كجزء من فريق ومن اكثر الاشياء اللي تجذبني الى سلسلة باتلفيلد المدرعات اولا من ناحية تنوعها وثانيا من الاحساس اللي تحصل ان يتسويق المدرعة باتلفيل 4 تاخذ من باتلفيل 3 وتطور على اللعبة من كل ناحية واذا بتلعب اللعبة بروحك او مع اصدقائك صراحة لعبة ممتعة لكن الشيء الوحيد اللي يناقص في اللعبة هو الاحساس اللي تحصل لما تلعب المابس الاصغر في اللعب ثاني نفس Call of Duty وهيلو لعبة باتلفيل 4 حاليا من اقوال اللعب اللي موجودة من ناحية الجرافيكس وهاي الشيء واضح دبابات طيارات انفجارات بيئة متغيرة مع المعركة وكل هاي مع ادعم 64 ناعب في سيرفر واحد تتكون مشاكل اللعبة من اخطاء في الاصوات الانيميشن والجرافيكس بشكل عام كثرة المشاكل تختبر صبرك وتأثر على قدرتك باستمتاع اللعبة وانا من رأيي ان الجهد المبذول اللي في اللعبة يخليك تتسامح مع مطورين Battlefield 4 وتتغاضى على كل المشاكل الصغيرة وفي النهاية انا انصح بهاللعبة حق اي احد يحب سلسلة Battlefield او يحب العاب الفيرس بورسن شوتر